لا أعتقد يعني هناك أشياء كثيرة تصدر عن الحوتيين من صنعاء تجاه الولايات المتحدة وفي هذه البلاغات وهذه الاتهامات تناغم ما بينهم وبين إيران وحزب الله في لبنان هناك لهجة تصعيدية تجاه الولايات المتحدة ولكن بالنهاية على الأرض لا تؤثر كثيرا في مصالح الولايات المتحدة ولذلك الولايات المتحدة هي بنفسها إدارة بايدن تفضل أن يعود نوع من التفاهم مع إيران وخاصة بالنسبة لبرنامجها النووي ولذلك إذا حصل برود في التوتر ما بين السعودية وإيران من جهة ومع الحوتيين من جهة أخرى فلا مانع لواشنغتون بذلك ولا ترى فيه أي ضرر أظن هناك نوع من الواقعية عند جميع هذه القوى التي ذكرت بأن تترك الوضع تقريبا على حاله طالما لم ينفجر أو يؤدي إلى انفجار يؤثر في المنطقة ككل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر